تبنت مجموعة متشددة عملية خطف 12 جنديا ايرانيا في جنوب شرقي البلاد على الحدود مع باكستان حسب ما ذكرت الاثنين وكالة الانبال ايرانية ايسنا واشارت الوكالة الايرانية الى ان المجموعة التي تسمي نفسها جيش العدل نشرت صورتين تظهيران على حد قولها 7 من افراد الحرس التوري الايراني الذين خطفوا في 16 من 21 اكتوبر و 5 افراد من امن بزيهم العسكري مصطفين